عايزين نخسسه معدل التخسيس الطبيعي قدي ايه لما يمشي ويمارس رياضة ويمارس مساج وعلاج طبيعي ساعة كل يوم مع مذيبات الدهون الشربة الحارقة ومذيبات الدهون والمواد اللي بتحرق الدهن في الجسم والزبادي بالتوم والسلطة الخضرة باستمرار ويقلل نشوات وبرنامج كامل في 16-17 حاجة لحرق الدهون 16-17 حاجة لحرق الدهون ومع ذلك التخسيس المثالي كيلو الى 2 كيلو في الاسبوع ما اقدرش انزله 5-6 كيلو الاسبوع ما اقدرش ما اقدرش فلو المريض بتاعي بيخس في الشهر 3-4 كيلو نسجد لله شكر بس يحفظ على كده الناس كتير نفسها قصير انا واحدة مثلا بنت وزنها 80 كيلو وهي طولها 150 سنتي فعايزة تتجوز عاوزة تخسل 30 كيلو في شهرين عشان هتتجوز ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش معدل التخسيس الصحي لا يزيد عن كيلو 2 كيلو في الاسبوع يعني شهر كله اربعة خمسة كيلو انا عندي عشرين تلاتين كيلو زيادة التلاتين كيلو زيادة دي اللي يخدولهم خمس ستة شهور وبخص بالراحة وايلا جلدي يكرمش و و و و عظمي يفشفش والاعضاء اللي جوه تسيب يعني ده ما ينفعش والمفروض انحنا نتعلم هذا يعني ايه زيادة كاذبة يعني نقص كاذب في الوزن ها يعني زيادة كاذبة في الوزن يعني ما تتخدعش ما انا ممكن واحد يجيلي زايد وهو مورم مية اديله شوية حقن كورتزين ولا حاجة اتماله مية كده بقى تخن ما اتحكت عليك في ناس بيتفحك على بعض